السلام عليكم حياكم الله متابعيني في مطبخي لالة كوك اليوم إن شاء الله شاقدم لكم وصفة لذيذة جدا ومعروفة عند الكثير وهي المقلوبة بالدجاج شاقدمها اليوم بطريقتي وإن شاء الله تنال إعجابكم وقبل ما نبدأ بالطبخة ادعموني باللايك والاشتراك في القناة ومشاركة الفيديو أصدقائكم هذا كل المكونات الذي عنحتاجها شاوضحها لكم أثناء الطبخ أولاً أن نبدأ بسلق الدجاج في القدر أن نضيف الماء الساخن وعليه أن نضيف بعض المطيبات مثل البصل والثوم وبعض من البهارات الصحيحة ورق الغار والقرنفل والهيل وعود من القرفة وكمان أن نضيف الملح وبهارات مشكلة حسب الموجود عندكم ونضيف عليها الدجاج أنا استخدمت حبة دجاج كاملة تقريباً وزنها كيلو ممكن تستخدموا أكثر أو أقل حسب الكمية التي تحتاجها وأثناء ما ينضج الدجاج نبدأ نجهز الخضروات معروفة هالمقلوبة أنهم يضيفوا لها بعض الخضار أنا شاوضيف حبه واحداً من البادنجان شاقشرها بشكل خطوط طولية وابدأ قطحها بحيث تكون سمكها تقريباً واحد سانتي وكمان شاوضيف للمقلوبة البطاطة فيش استخدم حبة بطاطة نقطحها نفس الشي بسمك واحد سانتي عشان ما تنهرسش علينا أثناء الطبخ وتحافظ على شكلها وكمان أحب أضيف الزهرة بتدي طعم ونكهة لذيذة جداً للمقلوبة عادة في وصفة المقلوبة الخضار بنقليها في زيت غزير لكن دائماً أنا أعتمد أشوي الخضروات في الفرن بتكون الطبخة خفيفة وقليلة الزيوت وأنا دائماً أحرص أن كل طبخاتي تكون فيها الزيوت قليلة بشكل كبير فهذا الخطوة حترجع لكم ممكن تشووها مثل ما أنا فعلت وممكن تقلوها بزيت غزير حسب الطريقة التي أنتم تحبوها اعتمدوها وبعد ما رسيتهم في صينية الفرن ورشيتهم بقليل من زيت الزيتون نرش كمان عليهنا الملح وكمان رش من الفلفل الأسود ونحاول نوزع زيت الزيتون على كل الخضروات عشان ما تكونش ناشفة وعشان الخضروات تتحمر معانا بسهولة ندخل هنا الفرن في الرفة الوساط على درجة حرارة تكون عالية عشان الخضروات بسرعة تتحمر وما تيبسش علينا داخل الفرن شاستخدم كوبين من الرز المغسل والمنقوع شاضيف علي البهارات نصف ملعقة صغيرة فلفل الأسود ورشي قليلا من القرفة ونصف ملعقة صغيرة كركم وملعقة ملح وملعقة صغيرة بهارات مشكلة شاضيفها على الرز المغسل والمنقوع وأقلبها كويس لما تمتزج كل هذا البهارات مع الرز ويتغير لون الرز إلى اللون الأصفر الجميل وبعد مرور الوقت نرجع للدجاج ونشوف كيف استواءه نحتاج يكون الدجاج بنص استواء لأنه حيكمل استواءه مع الرز وهذا الخضروات بعد ما طلعتها من الفرن شوفوا كيف شكلها ما شاء الله كأنها مقلية جربوا تشوى الخضروات مثل ما فعلت وحتكون معاكم لذيذة وكمان بتكون خفيفة جدا على المعدة ونبدأ الآن نرص المقلوبة في وعاء أو قدر يكون عميك شوية أو بشكل طولي نضيف قليل من الزيت وأول طبقة شفع لها حلقات البصل في البعض يحب يضيف مثلا الطماط عشان نمنع من التصاق الدجاج أو الخضروات في الوعاء وبعدين أبدأ أرص الخضروات على الجوانب أرص أولا البادنجان في أطراف القدر وبعدين الزهرة والبطاط وبعدين أنزل على الخضروات الدجاج أرصهم بشكل متساوي نضيف عليهم الرز حاولوا توزع الرز بالتساوي فوق الخضروات ونضغط على الرز بالملعقة عشان نحافظ على رصة الخضروات وما تتحركش أثناء ما نضيف المرق وآخر شي حنضيف المرق أضفت كل المرق الموجود عندي وإذا لاحظتوا أن المرق قليلة عندكم ممكن توفوها بالماء يكون مستوى الماء بنفس مستوى الرز استخدمت رز بسمتي ومعروف الرز البسمتي ينضج بسرعة بس إذا استخدمت رز نضاجة بطيء مثل المزة أو الأمريكي زيدوا مستوى الماء وفي نقطة مهمة لازم أنبهكم عليها عشان تطلع معكم المقلوبة مضبوطة وشكلها مرتب أثناء التقديم يفضل تضيفه طبق صغير أو صحن صغير يمنع من تحريك الخضار وكمان يضغط على الرز أنا للأسف كنت مستعجلة ونسيت ما حط الصحن فكانت عندي المقلوبة شوية متناثرة وأثناء التقديم ما أخذتش الشكل المطلوب وبعد ما نتأكد من مستوى الماء أنه كويس هنغطي على القدر بأحكام بالكسطية ونخليها على نار هادئة جدا لمدة 45 دقيقة عشان الدجاج يكمل استواءه وكمان الرز ينضج بهدوء وياخذ وقته في الاستواء وبعد 45 دقيقة تقريبا هنفتح على المقلوبة وشوفوا كيف ما شاء الله الرز تطلع معانا ناضج تماما وكل الطبخة أخذت وقتها في الاستواء قبل ما نقلبها يفضل إن احنا نتركها 5 دقائق عشان نتخلص من الرطوبة الموجودة في الرز وكمان أثناء ما نقلبها تكون متماسكة وتنزل معانا قطعة واحدة وآخر شي حنزين المقلوبة بالمكسرات وهي الذي بتدي لها النكهة والطعم المميز والذي وشوفوا ما شاء الله جمال الطبق اتبعوا كل الخطوات وانتبهوا لكل الملاحظات التي قلتها لكم عشان وقت ما تقدموها تكون عندكم المقلوبة متماسكة يكون شكلها مرتب وتفتح النفس إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وصفتي لليوم واتطبقوها وتقولوا لي رأيكم على الكومنت لا تنسوا مشاركة الطبخة أصدقائكم وفي أمانة